لو عندك ديون والديون ديت يعني سبحان الله تخطط ملايين ربنا سبحانه وتعالى حيسدها عنك وده بقى حديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لاتنين من أصحاب عندك مثلا أبو أمامة وعندك سعد بن معاس قبل ما أقول لك الحديثين دولة عايزك أنك أنت تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم والأول مرة تسمعني دوس لايك وعمل مشاركة وكتب تم وتعالى اسمع الحديث الأول في يوم من لعيم النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وكان دخوله للمسجد لأن المسجد كان جنب حجرات النبي فوجد مين بقى من الصحابة وجد أبا أمامة وأبا أمامة شفه النبي صلى الله عليه وسلم حزين جدا ومهموم لدرجة أن الهم بدى واضح على وجه أبي أمامة فاقترب له النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما لي أراك مهموما يا أبا أمامة قال يا رسول الله هموما علي وديونا أثقلت كاهلي أنا أقول لك بمعنى الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم لي وقال له ألا أدلك على كلمات إن كلت هذه الكلمات سد الله عز وجل عنك دينك فقال أبا أمامة دلني عليها يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن واللهم إني أعوذ بك من العز والكسل وعوذ بك يعني سبحان الله من غالبة الدين وكهر الرجال ردد أبي أمامة هذا الدعاء وده يعني سبحان الله حديث صحيح تضر إنك أنت تبحث عنه اللهم إني أعوذ بك من العز والكسل وعوذ بك من الجبن والبخل وعوذ بك من الهم والحزن وعوذ بك من غالبة الدين وكهر الرجال أربع كلمات رددهم أبو أمامة ففرج الله عز وجل عنه كل ما كان يعاني به من هم وحزن وعجز وكسل وجبن وبخل وسد عنه دينه ولم يستطيع أحد أن يقربه والله عز وجل بيقول أولئك الذين هذا الله فبهداه مقتده هذا سيد من سادات الصحابة وهذا سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم يعلمك هذا الدرس فهل إنك أنت تأخذ بالدرس ده وتقول في الصباح والمساء سدقوني لي نتائج مظهرة جدا فنعيزك إنك أنت تكرروا خلال أسبوع بإذن الله ربنا سيفرج عنك ما أنت فيه واريت إنك أنت تجعلها على صفحتك تعالوا بقى نعرف الحديث الثاني وهو حديث إن شاء الله صحيح والحديث ده لو أنت مديون ديون قد جبل أخذ ما تقلقش ربنا سبحانه وتعالى كريم ما خلقكش عشان يشقيك وربنا سبحانه وتعالى رحمته أقرب إليك من نفسك فعشان كده نعيزك إنك أنت تتأمل في جمال الحديث ده وتشوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى بيديك رسائل بس أنت اللي بتخفل عنها سعد بن معاس في يوم من الأيام كان عايز يروح يصلي في المسجد مع النبي صلاة الجمعة ولكن للأسف الشديد كان علي دين والدين ده كان ليهودي واليهودي وقف له في الطريق قال له نعيزك إنك أنت تسدي لديني ومش حسيبك غير لما تسدي الدين ظل في نقاش مع اليهودي حتى فتته الصلاة مع النبي طبعا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيتفقد أصحابه فنظر فما لقاش سعد بن معاس فسأل عليه وذهب لذيارته شفتي يعني سبحان الله تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيتفقد الصحابه عشان كده أنا عايزك إنك أنت لما تعرف أنك أنت بتخفل عن الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتفقدك عارف لي لأنك واحد من أمته وسبحان الله موسى عليه وسلم تمنى أن يكون من أمة النبي حتى يعني سبحان الله ينال هذا الفضل اللي ربنا قال فيه كنتم خير أمة عشان كده في اللحظة ضيئة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاس ما الذي حبسك فيقول يا رسول الله كان علي دين لشخص يهودي واليهودي ده مرضاش إنه يتركني حتى أسد بالدين فحجبت عن الصلاة معك ومنعت عنها قال أولو أعلمك دعاء إن قلته سد الله عنك دينك ولو كان مثل جبل أحد بل إن الله عز وجل يكفيك ما أهمك وما أحزنك قال له بلى يا رسول الله قال كل تبهى في التعليقات اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير رحمان الدنيا ورحيمهما معا تؤتوهما من تشاء وتحجبهما عن من تشاء هب لي رحمة تغنني بها بفضلك عن من سواك قالها سعد بن معاس فصد الله عنه دينك فإن تقولها وسيسد الله عز وجل عنك دينك فليس المقصود بهذا الدعاء الخصوص بل العموم ودي أشياء ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهننا على يد سيد الخلق وعلى يد سيد من سادات الصحابة فعشان كده نعيزك إنك أنت تحافظ على الدعاء وبإذن الله ربنا حيفرج عنك همك وغمك وحزنك وحيسد عنك دينك بإذن رب العالمين ما تقولش إزاي والظروف والأحوال توكل على الله وخلك عليهم أصلا يفرج عنكم همومكم وأحزانكم ويسد عنكم دينكم بارك الله عز وجل في كل من جعلها على صفحته اجعلها على صفحتك في أحد الصحيحة ودلع الخير كفى عليه في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا